طبعا ضرب الرجل المرأة أكثر من ضرب المرأة للرجل يعني أنا قلت أن بعض الزوجات تضرب زوجها قلته لأنه موجود لكنه قليل يعني أيضا فلا يحتاج أن نقيم مؤتمرات عن ضرب الزوجات لأزواجهن في تصوري أنها قل من غيره وذلك لأن طبيعة جسم الرجل في الغارب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة لذلك تجد أنك أنت وأختك بل أنت نفسك ربما طولك الآن أطول من أمك ولا لا وربما لو مارضت أمك أو نحو ذلك استطعت أن تحملها بينما هي لا تستطيع أن تحملك فجعل الله تعالى المرأة بهذا الجسد الرقيق الهين اللين اللطيف لأنها يعني تتعامل بمشاعريها أكثر مما تتعامل بجسدها لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة منه فربما كانت عاطفة المرأة أحيانا يعني أشد من ضرب السيوف بالنسبة للرجال هذا أول شيء عضوهن مرة مرتين ثلاث أربع عشر إذا ما نفع أهجروهن في المضاجع ما ينام معها يعني يزعل عليها يقاطع كلامها بحيث أن خلاص ما يتكلم معي يجي يتغدى تقول لك كيف الحال ما يرد عليها طيب تبغى شاي ما يرد عليها أهجروهن يهجرها في الكلام يهجرها في المضجع لا ينام معها ينام في غرفة ثانية بيان لها أني أنا زعلان منك إذا ما نفع معها هذا ما نفع الوعظ ونام لوحدة في غرفة وقالت الحمد لله فكه منك السرير صار واسع الآن وأنام الحالي على السرير تقلب مثل ما أريد لا نفع معها هذا ولا هذا إيش الحل الثالث؟ ضربوهن ما كيفية هذا الضرب؟ ما رأيك؟ الضرب غير مبرح يعني كيف غير مبرح؟ يعني ما أضربه مثلاً على الوجه طبعاً الضرب على الوجه ما يجوز حتى في الدابة حتى الإنسان لما يضرب له دابة لو مثلاً الناقة تريدها تمشي ناقة ولا أكرامكم الله وكرام السلامين حمار تريده يمشي ما يجوز تضرب على الوجه فإذا كان هذا الوجه يا جماعة في الدابة فما بالك بالإنسان طيب لا يضرب على الوجه يكون ضرب غير مبرح يقول بعض العلماء يضربها بمسواك تخيل أنه معي مسواك يعني واحد مثلاً ازعلت زوجته ما يفاهمه قال بالله شوف الولد طاح وشي ليه الولد طاح قريب من الدفاية مثلاً ولا عند الكهرباء الولد أبعديه قالت يا أخي من الفاضي قال قل لك أبعديه مثلاً ضربها بمسواك ونحوه ما هو بيأخذ قارورة الماء والصحن والسكين ويضربها لا الأصل ألا يفعل ذلك يقول هالعلم يضربها بمسواك يعني انظر إلى رقة المسواك يضربها به الدليل أنه ليس المقصود الإيلام الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي ما يفهم البعير ومنك هذا الكلام الجمل ما يفهم إلا بالضرب الحمار ما يفهم إلا بالضرب لكن المرأة الرجل الطفل إلى إله في غالب الأحيان أن هذا يتأثر بالمشاعر أكثر متأثرة بغيرة فأنت لما تضربها بمسواك ضربتها بيدك ضربه يسيرة ونحو ذلك دليل أنني يا فلانة وصلت إلى مرحلة خلاص ما فوقها شيء أنني لا أستطيع أن أتحمل أكثر هذا بالنسبة للضرب أي إذا ضربها يضربها ضربا غير مبرح غير مبرح يعني لا يقبح الوجه يضربها في الأماكن التي لا تترك أثرا ما يضرب على يد يضرب في بعض الأماكن التي لا تسبب ضررا متعديا عليها ولا يكون ضرب كأنه يضرب له دابه ولا كأنه يضرب له طفل بين يديه صفكه يمين ويسار ومع الأسف ترى كثير من الأزواج لا يضرب زوجته إلا وهو غضبان ثم إذا بدأ يضرب كأنه يضرب أمامه جدار بدأ يضرب بيديه يمين ويسار وربما ضرب برجله يا أخي أنت ضرب آدم يا أخي حرام عليك فلا يجوز له أن يفعل ذلك وانا شكرا